جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا يقول هل يجوز للشخص أن يبحث عن زوجة عقيمة لتكون زوجة له لأن لديه الذرية الكافية أكثر من سبعة أولاد من زوجته الأولى ويريد أن يقتصر على ذلك قال صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم في رواية مكافر بكم الأمم يوم القيامة فالذرية مطلوبة وفيها خير لك وللمجتمع ولا تكره كثرة الذرية ورزقهم على الله سبحانه وتعالى لا يخلق نفسا إلا وقدر رزقها وأجلها وعملها وشقي أو سعيد كما في الحديث فلا يهمك نفقتهم رزقهم على الله سبحانه وتعالى وأحسن النية وأيضا لا تدري من الذي يبقى منهم قد يأخذهم الموت وتبقى بلا ذرية نعم ترجمة نانسي قنقر